بسم الله الرحمن الرحيم السادة الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة الحضور الكريم سيناء الأرض المباركة ملتقى الحضارات مهد الأديان السموية قلب العالم مفتاح فهم الماضي وبناء الحاضر وصنع المستقبل لبناء جمهورية جديدة فكان توجيه سيداتكم بتنفيذ مشروعات البناء والتلمية والتعمير بالتزامن مع القضاء على قوى الشر لمد جسور التنمية إلى سيناء منهجا لنا نستلهم منه العزيمة والإصرار وكان هو الأساس والدافع لنا على إنجاز من أجل مستقبل أفضل وغد المشرق بالخير واعتبارا من 30 يوليو 2014 تم تكليف الهالة الهندسية للقوات المسلحة بالتنصيق مع الوزرات المعنية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي بلغت إجماليها ربعمية وستين مشروع بتكلفة إجمالية ربعمية وتمانين مليار جنين شملت جميع المجالات التنمية في سيناء تم الانتهاء من تنفيذ تلتمية واربعين مشروع وجاري تنفيذ مية واثنين مشروع ومخطة تنفيذ تمنتاشر مشروع في مجال الطرق والأنفاق والكباري والمطارات والموانئ تم تنفيذ العديد من محاور الطرق بربط شبه جزير السيناء بمحافظات الجمهورية تم تنفيذ ستين محور وطري بأطوال 1,6100 كم وجاري تنفيذ 23 محور بأطوال مخطة تنفيذ سبع مشروع بأطوال 440 كم بإجمال أطوال 2,460 كم لعدد 90 محور وطري بتكلفة إجمالية 69 مليار جنين في مجال الأنفاق تم إنشاء خمسة نفق للسيرات أسفل قناة السويس بإجمال أطوال 25 كم وتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه وفي مجال الكباري تم رفع كفاءة ازدواج كبري سكة حديد الفردان القائم وجاري إنشاء كبري جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول 640 متر وعرض 11 متر وارتفاع 65 متر بإجمال تكلفة 32 مليار جنيه في مجال الموالي الجوية المدنية تم تنفيذ مطار البردويل بالمليز لإستعاب 300 راكب ساعة وتطوير منشآت مطار شرم الشيخ الدولي لإستعاب 5000 راكب ساعة جاري تطوير مطار العريش المدني لإستعاب 600 راكب ساعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه جاري تطوير المطار المدني بسنة كاتريم لإستعاب 600 راكب ساعة بتكلفة 2.3 مليار جنيه لتصبح إجمال التكلفة 11 مليار جنيه في مجال الموالي البحرية التجارية جاري تطوير ميناء العريش البحري على مساحة 542 فدان بتكلفة 4 مليار جنيه يشمل أرصفة بحرية بإجمالي أطوار 1165 متر طولي زائد 2 حاجز أمواج بإجمالي أطوال 1750 متر طولي وفي مجال الإسكان والتجمعات العمرانية والتنموية تم تنفيذ 51 مشروع وجاري تنفيذ 4 مشروع ومخطط تنفيذ 5 مشروع بإجمالي 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه ومن أهم مشروعات الإسكانة التي تم تنفيذها بسيناء إنشاء عدد 2 مدينة جديدة مدينة إسماعيلية الجديدة بطاقة إجمالية 33 ألف وحدة سكنية ومدينة سلام مصر شرق برسعيد بإجمالي 4400 وحدة سكنية وجاري إنشاء مدينة رفحة الجديدة بإجمالي 11300 وحدة سكنية تم الانتهاء من 1344 وحدة سكنية منهم بالإضافة إلى إنشاء 9100 وحدة سكنية كالآتي 2130 وحدة سكنية بالمساعيد بمدينة العريش 6970 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء ومخطط إنشاء 3000 وحدة سكنية بمدينة شرن الشيخ في مجال إنشاء تجمعات التنموية تم الانتهاء من المرحلة الأولى لعدد 18 تجمع بدوي سكني زراعي بإجمالي 1200 بيت بدوي تم حفر 289 بئر مياه بعمق تتراوح من 300 لألف متر طولي لاستصلاح مساحة 10610 فدان إنشاء أربعة قرية للصيادين بمنطقة إغزوان على بحيرة البردويل بإجمال 200 منزل في مجال الرعاية الصحية تم تنفيذ 30 مشروع وجاري تنفيذ 2 مشروع بإجمال 32 مشروع بطاقة إجمالية ألف سرير بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء 2 مستشفى بمنطقة بئر العجل ونخل بطاقة 135 سرير ورفع كفاءة 9 مستشفى بطاقة 625 سرير إنشاء وتطوير شامل لعدد 16 مركز طبي ووحدة صحية بمدن ومراكز محافظة جنوب سيناء كما تم الانتهاء من إنشاء المعامل المركزية للسلامة الغذاء والحد الزراعي بميناء نوبع في مجال الإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء تم تطوير البنية التحتية للإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء لاستيعاب المشروعات التنمية والزيادة السكانية الحالية والمتوقعة ففي مجال تطوير شبكات الإمداد بالمياه تم تنفيذ 25 مشروع وجاري تنفيذ 6 مشروع بإجمال 31 مشروع لإضافة 450 ألف متر مكعب يوم مياه شرب بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه ومن أهم تلك المشروعات إنشاء 23 محطة تحليل لمياه البحر بطاقات تتروح من 10 ألف حتى 150 ألف متر مكعب يوم إنشاء محطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب يوم قابلة للتوسع إلى 140 ألف متر مكعب يوم بمدينة الإسماعيلية الجديدة تطوير شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بإجمال أطوال 9900 كم وجاري إنشاء 3 رافع مياه بمدينة العريش بمتوسط طاقة 7000 متر مكعب يوم للرافع الواحد في مجال تطوير شبكات الصرف الصحي تم تنفيذ 8 مشروع وجاري تنفيذ 6 مشروع ومخطة تنفيذ 1 مشروع بإجمال 15 مشروع بتكلفة إجمالية 33 مليار جنيه ومن أهم المشروعات المنفذة لاستغلال مياه الصرف المعالجة في أعمال التنمية إنشاء محطة معالجة سلسية بالاعتماد على مياه مصرف بحر البار بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوم ونقلها لترعة الشيخ جابر إنشاء محطة معالجة سلسية لمعالجة المياه مصرف في المحسمة طاقة مليون متر مكعب يوم إنشاء محطة معالجة مياه صرف الصحي السنائية بمدينة التور بطاقة إنتاجية 10 ألاف متر مكعب يوم وجاري إنشاء محطة معالجة مياه صرف الصحي السلسية بمدينة رفحة جديدة بطاقة إنتاجية 3000 متر مكعب يوم في مجال الأمداد بالكهرباء تم تنفيذ 10 مشروع بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن العريش الشيخ زويد ورفح وتوفير التخزية الكهربائية لمحطات معالجة مياه مصرف بحر البار والمنطقة الصناعية بشرق برصعيد في مجال الزراعة والاستصلاح الأراضي تم تنفيذ 13 مشروع وجاري تنفيذ 8 مشروع ومخطط تنفيذ 3 مشروع بإجمال 24 مشروع بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه ومن أهم تلك المشروعات إنشاء صحارتي سرابيوم والمحسمة أسفل قناة السويس بالإضافة إلى 6 صحارة امتداء لمصرف بحر البار للانتهاء من تأهيل وحفر 20 بئر مياه بمطال العريش وجاري تنفيذ 63 بئر مياه استكمال البنية الأساسية لمأخذ المياه على طرعة الشيخ جابل لسصلاح 90 ألف فدال بمنطقتين ربعة وبئر العبد جاري إنشاء خط لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البار بطول 108 كم لإستصلاح مساحة 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء جاري رفع كفاءة وتطوير قناة مصرف جلبانة لإستصلاح مساحة 7 ألاف فدان ولتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مصادر إنتاج الإغذاء تم إنشاء أحواض استطراع سمك بمنطقة شرق برصعيد بإجمالي 5900 حوض على مساحة 13 ألف فدان بتكلفة 15 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية تم التنفيذ العديد من المشروعات الصناعية لخرق فرص عمل وجذب مزيد من السكان والاستفادة من الموارد المحلية بسيناء وتعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد لقد تم تنفيذ 6 مشروع وجاري تنفيذ 4 مشروع ومخطط تنفيذ 4 مشروع بإجمالي 14 مشروع بتكلفة إجمالية 38 مليار جنيه ومن أهم تلك المشروعات إنشاء الميناء التجاري بمنطقة شرق برصعيد وأشمل 10 رصيف بحري بإجمالي أطوار 5 كم 8 ساحة تتاول للأرصفة بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه جاري تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية شرق برصعيد بتكلفة 14 مليار جنيه كما تم الانتهاء من ذات الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش للأسمنت من 3.7 إلى 6.9 مليون طن سنويا بإضافة 2 خط إنتاج في مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء وتطويل 49 جامعة ومدرسة ومعهد ومقر إدارة تعليمية وجاري إنشاء خمسة جامعة بمختلف التخصصات بإجمالي 54 مشروع بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه تم إنشاء جامعة الملك سلمان تمودن رأس صدر أطور شرم الشيخ وجاري إنشاء اتنين جامعة أهلية شرق برصعيد والإسماعيلية الجديدة وجامعة سلام مصر التكنيجة بشرق برصعيد تم تنفيه 26 مدرسة وتسعى مقر للإدارات التعليمية تم إنشاء اتنين مدرسة مصرية يابانية بمدنتي الإسماعيلية الجديدة والطور كما تم رفع كفاءة وتطوير تسعى مدرسة ومعهد أزهري بمدن العريش الشيخ زويد رفع في مجال المنشآت الرياضية تم إنشاء الصالة الرياضية ممينة العريش ساعة 2000 متفرج وجاري إنشاء اتنين معسكر شباب بطاقة إجمالية 1600 شاب وفتاة بمدن داي رأس صدر والطور بتكلفة إجمالية 510 مليون جنيه سيادة الرئيس اسمحوا لي أن أتقدم بخارز الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء وكافة الأجهزة الدولة الذين كانوا ومزالوا نعم العون في سبيل سرعة إنجاز تلك المشروعات في التوقيتات المحددة كما تقدم بخارز الشكر والتقدير لقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الكامل خلال تنفيذ تلك المشروعات على الوجه الأكمل كما توجه بالشكر للمكاتب الشرية والهندسية والشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ تلك المشروعات بجودة عالية والشكر كل الشكر لأهالي سيناء الحبيب على معانتهم الصديقة لنا في مهمتنا فما كان لنا أن نحقق هذا الإنجاز بدونهم نقف معا سدا منيعا ضد قوى الشر ولكل من تصول له نفسه المساس بأمن وطر وسلامته ولا أنسى أن أتوجه بالشكر للزملائي وأبنائي من رجال الهندسية لقوات المسلحة الذين كانوا وسيظلون دائما أهل للثقة رمزا للتحدي والإصرار قاطعين العهد على أنفسهم أن يوصلوا الليل بالنهار مستمدين العون من الله ومن ثقتكم الغالية بهم وضعين نصب عينهم ثقة شعب مصر في قواته المسلحة حاملين شعار يد تبني ويد تحمل الصلاح سيادة الرئيس نعاهد الله ونعاهد سيادتكم على بذل الغالي والنفيس من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعت وطننا الغالي عاشت مصر قوية أبيا مصانة وحمى الله شعبها من كل مكروه وسوء وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته